تصعب جداً بعد ظروف خروجنا وخروج منتخبنا الوطني من كاس الأمور الأفريقية بشكل مخزي للأسف في كاس الأمور الأفريقية شفنا وقالوا إن فيها هيتم تعيين مدربة جنابي الرجل قبل إبل المهمة النهاردة بيتم تعيين جهاز فني جديد وهو يا دي التخبط للأسف تخبط دائماً بص برضو للقاعدة لازم نبصلها من تحت منتخبات الوطنية الناشئين الشباب الأولمي لو عايز تبني صح كرة المصرية في 2006 لما بانت صح والناس دائما بتضرب المثل ب2006 و2008 و2010 ارجع ارجع لورا كم سنة أربع خمس سنين 2006 وتمانية وعشرة ما جاتش بالصدفة لا دا جات تخطيط أربع خمس سنين وراء بداية من 2001 منتخب الكابتن شاوي غريب اللي حقق برونزية كاس الأمم الأفريقية في أسيوبيا وبرونزية كاس العلم في الأرجنتين وأصبح فيه جيل منتخب الشباب شوف منتخب الناشئين مع كابتن حسن شحاتة أخذ كاس الأمم الأفريقية وصعد لكاس العالم وبدأت تعتمد على جيلين تضم الجيلين على بعض تطلع منهم لعبة لمنتخب مصر الأول جهازين جهاز حسن شحاتة مع شاوي غريب مع حفظ الألقاب بدأت تعمل جهاز اللي منتخبنا الأول لما جي كابتن عصام عبد المنعم وقال لك هو دا الجهاز وعمل دمج ما بين الجهازين هو كان دا التخطيط للكرة المصرية عشان كده لما شفنا ستة وتمانية وعشرة دا من الناس تضرب بهم المثل لو عايز تبني صح في الكرة المصرية ابدأ من تحت ابدأ من تحت عندك منتخب شباب بقيادة كابتن وقال رياض جميل انك انت بتدعم عناصر الشباب تخط مدرين فنيين صغيرين في السن لازم تثق المدربين دول بالدورات وبالتعليم وبالرخص وبالشهادات هي دي هو دا البنى الصح لو انت عايز تبني عندك منتخب آخر منتخب الكابتن أحمد الكاس موليد 2008 ابني صح ودعم المنتخب وصرف واعمل مباريات دولية كتير تخيلوا يا جماعة في منتخبنا الأول منتخبنا الأول اللي كان بلعب كاس الأمم الأفريقية في كوديفور في لعيبة عدد مبارياتها قليل جدا دوليا أول مرة تنضم لمنتخب مصر تخيل قبل كده لما كان اللعيب الصغير الناشئ بيلعب كان ممكن يتعدى 70-80 مباراة دولية وهو لسه ما تمش 20 سنة لعيب ما جابش 20 سنة لعب ما يقرب من 70-80 مباراة دولية شوف كم من خبرات اللي عنده لما لعب مع كافة المنتخبات سواء منتخبات أسيوية لاتينية أفريقية عربية كم من خبرات هو ده لو انت عايز تبني صح ابدأ عندك منتخب ناشئين عندك منتخب شباب عندك منتخب أولمبي في عناصر مميزة مع ميكالي كنت أتمنى أشوف عناصر منتخب الأولمبي موجودة مع منتخبنا الأول علشان نبني لكاس العالم وكاس الأمم الأفريقية بالمناسبة كاس العالم اللي جاي كاس العالم اللي جاي هياخدوا 10 فرق 48 فريق على مستوى العالم 9 منتخبات أفريقية وكمان ممكن ما قعد في الملحق يدخل كمان يعني بتكلم في 10 فرق من كارة أفريقيا مع احترامي أي حد معد من جنب الاتحاد الأفريقية هيدخل كاس العالم من الآخر مش ده الهدف بتاعنا ولو ما روحناش من ضمن العشرة نقفلها والريح دماغنا وتبها هي دي الكارسة كمان الحقيقية لما بكاس العالم 10 فرق وما نروحش كمان عندنا رهان كبير 20-25 كاس الأمم الأفريقية في المغرب لازم نبني ونخطط علشان التحدي اللي جاي ده فين ابتخب مصر المتسيد القرة سبع بطولات أفريقية ما حدش وصل لنا ولا حد هقدر يوصلنا بس محتاجين تخطيط مش محتاج كرار أقوله النهاردة بعد يومين أطلع كرار جديد محتاجين ناس يبقى عندها دراسة ناس تأني في الكرار لما يبقى عندي اختيار مدير فني لازم يبقى عندي لجنة فنية مش كرار فلان ولا فلان لازم يبقى عندي هقول لكم مثلا النادي الأهلي هقول لكم النادي الأهلي لما بيتم اختيار مدير فني بيعمل ايه؟ ده منذ سنوات النادي الأهلي عشان كده النادي الأهلي يرجع لأربع سنين خمس سنين اللي فاتوا البسمة الوحيدة في الكرة المصرية كاس العلم الأندية على منصات التتويج في قرية أفريقيا لما بيتم اختيار مدير فني عندك لجنة فنية فضل حط معايير لاختيار المدير الفني الراتب بتاعه كام؟ سنه كام؟ سير رزاتية ايه؟ لعب فين؟ البطولات ده كله طريقة اللعبة بتاعته وهجومية ولا دفاعية المؤتمرات بيتكلم ازاي في المؤتمرات الصحفية بينتقد اللعبة بعد ما بيخسر ولا بيدافع عن اللعبة دي كلها سمات شخصية المدرب وابدأ أحط وابدأ أحط مدربين وابدأ أفلطر واشوف مش هي قرار فلان وقرار فلان وده حبيبي وده لا ده أنا مش عاجبني فطلع ده وحط ده لا هي مش عزبة اتحاد المصر لكرة القدم ده رأس المنظومة وكلنا بنفضل نقول رأس المنظومة المصرية هو الاتحاد المصر لكرة القدم يأتي قبل الأندية فعلشان كده لازم التخطيط يبع على قدر الكرة المصرية في النهاية كل التوفيق لكابتن حسام حسن الكابتن إبراهيم حسن تم الإعلان كلنا في ظهرهم نتمنى إن شاء الله التوفيق لكرة المصرية خلال الفترة القادمة